بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واستعدوا قبل الموت لما بعد الموت وتذكروا بمرور الأيام انتهاء الأمار خصوصاً في آخر الزمان فإن الأيام تمر سريعاً والزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله جمعتكم هذه آخر جمعة من رمضان فانظروا ماذا أودعتم فيه من الأعمال فمن أودعه عملاً صالحاً فليحمد الله على ذلك وليبشر بهسن الثواب فإن الله لا يضيء أجر من أحسن عملاً ومن أودعه أملاً سيئاً فليتب إلى ربه توبةً نصوها فإن الله يتوب على من تعب أيها المسلمون إن عبادة الله تعالى لا تنقضي إلا بالموت فإياك أن تكون ممن لا يشتهد إلا في رمضان قال الله أز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليكين عباد الله إن من ألامات القبول أن يكون العبد على هاله أحسن من هاله السابقة وأن يكون راقباً في التزود من طاعة الله فعيداً عن الوقوع في معصية الله إن بعض المسلمين يكون على هالة مستقيمة في رمضان فإذا انتهى شهر الصيام عاد إلى هالته القديمة وسيرته الأولى فأفسد ما أصلح ونقض ما أبرم كان تثير من السلف إذا انتهى شهر رمضان بكوا لفراقه وتأسفوا على رهيله وخافوا وخافوا أن لا يكونوا أوفوه هقاً عباد الله لقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قرباً وتزيدكم في إيمانكم قوةً وفي سجل أعمانكم حسنات أولاها صدقة الفطر وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والهر والعبد من المسلمين قال أبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شئير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه والهكمة من فرضها ظاهرة جداً ففيها إحسان إلى الفقراء والمساكين وليشارك الأغنياء في فرحهم وصرورهم به ويكون إيداً للجميع وفيها الاتساف بخلؤ الكرم وهب المساواة وفيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقض وولو وإذن وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه وأما زمن دفعها فله وقتان وقت فضيلة ووقت جواز فأما وقت الفضيلة فهو سباه العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخضي رضي الله عنه قال كنا نخرج في أهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام وفيهما أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأما وقت الجواز فهو قبل الإيد بيوم أو يومين وفي صحيح البخاري النافع قال كان ابن عمر يؤطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يؤطي عن بني وكان يؤطيها الذي يقبلونها وكانوا يؤطون قبل الفطر بيوم أو يومين الثاني التكبير قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولأن لكم تشكرون وكان عمر وابن أباس رضي الله أنهما يكبران إذا خرج إلى المسلى فيشرع للمسلم إذا خرج من بيته إلى المسلى أن يكبرا إلى أن يدخل الإمام الثالث سلاة العيد وهي من تمام ذكر الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أمته رجالا ونساء وأمره وأمره مطاع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجنا إلى صلاة العيد ما أن البيوت خير لهم فيما عادى هذه الصلاة وهذا دليل ألا أن ألا تأكيدها قالت أم أطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضهار الأواتق والحياط وذوات الخضور فأما الحياط فيعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إهدانا لا يكون لها جلباب قال إتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه والجلباب لباس تهتلف فيه المرأة بمنزلة الإباءة ومن السنة ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات تمرات وطرا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقتعها على وطر لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكل وطرا طواه أحمد والبخاري دارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم موسيقى 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 اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إباد الله فاتقوا الله وأطيعوه الأمل الرابئ من الأأمال التي شراءها الله لكم في ختام شهركم صيام ست من شوال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر ولا فرق بين أن يسوم الإنسان هذه الأيام الست بعد الإيد مباشرة أو يؤخرها نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم اختم لنا بخير وجعل أواقب أمورنا إلى خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تُكَّنِّن يَبُو أَغُوْدِيَاسٌ تَبَّتَغَ أَلَّا مَدُوْكَ كِنْسَرْكِ لَيْرَيَا مُنْيَسَاكِ كَاوْمُ وَنَرَّانَا تَجُمُعَا وَنَرَّانَا إِتَجِي أَشْرِنْدَ تَرَى كَوَتَ الرَّمَضَانَ وَتَنَتَرَى شِكَرًا هِجْرًا من دع الله صلى الله عليه وآله وسلم دُبُوْدَا دِي هُدُودَ أَرْبَعِينَ دَلْيَا وَنَمَّا سَلَّاكِ مِأَلْبَرْكَةَ نَعَقَّى إِسْلَامِكِ سَنْتَ مَنَرُوْكُمْ أَلَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَيْتِيمَكِيَمُ لِيَايَ مَنَمُسِيبُونَ وَتُبَرْمُتَيَوْهُ وَتُبُبَعَتِي تَقْرِشًا جُمَأَنْ تَقْرِشًا وَتَ الرَّمَضَانِ يَاكُوْ يَنْوَا إِنَا مَيُوَنِيكَيْنَا دَكُوْ وَصِيْكِ دَجِنْسُ رَنْا دَكُوْمَدَاجِ وَا وَرَنْسِيقَ بَدَأَيُوكًا الْخَيْرِ حَرْء مُتُوَاتَرُوْتَ سَامِيمُ وَنَا الرَّجُومَآ يَاكُوْبَعَتِي تَقْرِشًا أَوَنَّ وَتَمِي أَلْبَرْكَ مِي فَلَنَا بَاقُمُّ دَأَلَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَكَاوْمَنَا يَنَا اِمَنَا شِرٍ بَنْقَانَا وَهَكَا سَيْمُدَاجِ تَعْدُّ وَإِيدَ إِبَادَةً وَتَ الرَّمَضَانَ بَكُمَوْتَ الرَّمَضَانَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَتِي مَكِيمُ يَاكُوبَعِنْ أَلَّمَا سُو دَرَجَ إِبَادَةً بَي تَقَيْتَ أَكَلَيْ أَوَتَ الرَّمَضَانَ حَيِيكَ أَوَتَ الرَّمَضَانَ نَا دَفَلَلَا وَتَعَنِدَ إِدَنْيَزُوُ ذَهَكَ قُوَا يَاكُوْمَا زُوَاكَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا أَمَّا وَسُو دَوَتَنْيَا وَتَعَلَا سَيِّسُكُومَا كُمَا جِدَنْجِيَ عَلَّا يَكِيَي نُحَاكَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَكِي ثِوَاكُ بَوْتَا وَأَلَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا كَبَوْتَا وَأُبَنْجِجِنْكَ هَرْسَي مُتُوَا يَازُومَكَ يَنَا دِجَسِنْ وَأَلَا مُنَا أَيْكِمُتُنْيَا كَرْءُ بَائَ الرَّمَضَانَ شِنِ أَغَى هَالِنْكَ يَعَجَنْزُو دِجَا مُمُونَ هَالِي زُوَا هَلِيمِكَو دِجَا رَشِنْ يُوَا عَلَّا تَاعَ زُوَا عَلَّا تَاعَ دَجَا رَشِنْ دَاجِيَا وَجَنْ إِبَادَةَ زُوَا عَلَنْكَ كَادَاجِيَ وَجَنْ إِبَادَةَ دَجَا رَمَضَانَ كَائِهَا قُرِيهِ كَابَ الرَّمَضَانَ سَعَقُودَ كَكِيهِ سَيْا عَلَّا بَائَ الرَّمَضَانَ مَا بَحَكُومَا كَوْمَا كَوْتَنًّا وَتُوَذُنُبَّيكُوْسَا عَلَّا تَاعَقِيهِ نَسَابَهَا اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا كَمَرْمِي شَمْ وَنِ أَبُدَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَا حَرَمْتَ يَا كَامِ عَرَمَضَانَ كَامِ عَصَورًا وَتَنِّيهِ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَسَامُ دَاجِهِ مَقَبَاتَانَ قُرَيءِ دَ الرَّمَضَانَ يَزُوُ قَارِي وَا بَا فَرِنْتِكِ اسِكِيهِ بَا فَرِنْتِكِ اسَبِي دَ بَسَسَنِي بَقُولَ سَاكِي يَرِسْكَ مُونِ رَمَضَانَ سُو نَا رَيَكُو بَرَاسَ سَاكِي يَرِسْكَ وَنَا أَرْزِ كِنِي دَ اللَّا يَكِي وَنَدِي يَقَدَامَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَسَامُ رِسْكِي وَسُو رَمَضَانَ اَتِكِنْهَالِ اللَّا فِيَا نَا رَيُوَا مِيْنْجِي حَيِيقَ وَاكُبَاينُ اللَّا تَرْشَمُ وَتَعْرَمَضَانَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا يَاحِكِي يَمَنَدَا وَتَعْرَمَضَانَ وَدَوَسُوا إِبَادُوا نَزَاءَ اِدُوا مِنْقَارَ قُسَنْتَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَعَلَا نَفَرُكوشينِ نَفَرُكُّ نَفَارَةُ مِنْ تَعْرَائُ وَسَلَّمَ عليه وسلم حديثاً صدى عبد الله بن عمان يتحف وعلى الله عليه وسلم يأفر لن تزكا نا واتو ذكات الفتري لقى رمضان سائي لقى دبينو دكما سائي نا شعير أكان باوا دكما دا نمجي دمجي دمجي ديارو دبباء دكتك مسلمين واتو أنم وعلى الله عليه وسلم يأتي دمجي تأمر يعني أنم we walked in the city وقائنا ووقعنا بكثير وقائنا وقائنا المترجم وقت وقائنا ونحر نبي نبيو دومنسو ما واتو ستايا سوية مشاركة كما واتاتاو ذي مفارنسي متون عرانان سلا بيد عبند ذي انا ذي مفارنسي اما يناد عبند ذي مفارنسي ذي مفارنسي شيني هكي مرفتاد وننزا سانا ساموسو كما واتو مفارنسي دومنسو خلافان عبندسي سيبخان عبنسي ذي مفارنسي خلق عبندسي سيبخان دوخل دوخل مفارنسي سيبخل شخص ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر